موسيقى 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 مشاهدين انا احييكم من جديد قبل الفاصل حتى كنا بنتكلم عن انه الشعب المصري يواجه الازمات والمصائب والكوارف بالضحك وباطلاق النكات عليها طيب هل اللي كان يدحك زمان ما يدحكش دلوقتي هل الكوميديا اللي احنا بنشوفها عند البعض انها افهات بيتم شراءها وتدولها الكوميديا هل يمكن ان نستمر بها في مواجهة الازمات حسأل الفنان الكوميدي الكبير الاستاذ اشرف عبد الباقي بعد تجربته المهمة جدا اللي بيهتم بها الجميع والمتعلقة بتياتر مصر اللي تحولت الى مصنع لتفرير وصناعة مواهب الكوميديا القادمة الفنان الكبير الاستاذ اشرف عبد الباقي اهلا بيك اهلا بيك عايز انت كنت عايز تعلق بيقولوله على العريس والعروسة بتوع داعش الاول قبل مسألك اللي عملوا قفص لا مش تعليق قد ما هي بس اختيار التوقيت مناسب يعني يعني نعملين على فكرة اربعين مصرحية منهم مصرحية عن داعش مصرحية عن داعش كلها دحك عن داعش اه بنقول ما معناه يعني ان احنا ما بنخافش ما معناه لكن من خلال اطار كوميدي وقت ما كانت هتتزاع الجمعة اللي قبل اللي فاتت طلبنا انها هتتأجل بعد الجمعة اللي فاتت طلبنا انها هتتأجل انتو اللي طلبتو اه طبعا لان الوقت نفسه كان صعب جدا يعني الوقت نفسه ما ينفعش في الوقت الحدث نفسه كلنا مش بس اهل الناس اللي اتأتلوا غادري يعني لكن كل الشعب اكيد متدايق من ان دول اخوتنا ان دول اهلنا ان دول صحابنا ويحصل فيهم الطريقة القزرة اللي حصلت معاهم دي بس اسلاح الكوميديا من اسلاحة المواجهة احنا في نفس اليوم اتعرض عمل اخر كوميدي برضو وهو بيواجه لكن فكرة ان الموضوع نفسه للي علاقة بداعش توقيته امتى هيتارد يمكن كمان اسبوع كمان اسبوعين تكون الامور هديت شوية لكن في وسط ما هي نفسها الوضع نفسه كلنا حزنانين مش هنقدر يعني هيبقى صعب هيبقى كأننا قصدين ان احنا في التوقيت ده بالمناسبة دي عاملين ده برغم ان احنا عاملينها قابليها بكتير اه فكرة اه احنا كنا عاملين المصرحية بتاع الداعش دي قبل ما هم دول يظهروا قوي ويطلعوا بالافلام بتاعتهم يخوفون اه طيب ده يخليني اسألك يعني خليني الاول قبل ما ادخل على تياتر مصر لانه انا يهميني ان نسلط عليها الضوء في سلاح الكوميديا وفي الكوميديا السؤال اللي قلته في المقدمة هل اللي كان يدحك قبل كده ما يدحكش دلوقتي بمعنى انه الكوميديا مرتبطة بالبيئة التي نعيشها مرتبطة بالأحداث التي نحياها يعني اللي كان يدحك زمان ما يدحكش دلوقتي واللي يدحك دلوقتي ممكن ما يدحكشي بعد كده ولا الكوميديا لأ ممكن تدحك في أي وقت نفس القوالب هي دحك في أي وقت إلا لو كانت مرتبطة بأحداث بتحصل في وقتها. يعني لو في حدث بيحصل دلوقتي وإحنا بندحك عليه دلوقتي بعد شوية خلاص الحدث هيتنسي فحتى الناس هيستغربوا زي الدحك على الإعلانات أما كنا بنيجي نلجأ لإعلان مثلا معلق جامد أو زمان ونيجي نقدمه في قالب كوميدي يعني على المسرح الناس بتموت من الدحك. تعالى تفرج على المسرحي اللي إحنا مصورينها من 20 سنة مثلا. تعالى تفرج النهاردة وما تيجي تسمع الإعلان أنت مش فاكره. أنت نفسك برغم أنك حضرته. أنتش فاكره فمش هتلاقيه هقف فيه. لكن لما تيجي تتفرج على حد زي نجيب الرحاني عنده الدحك من الستوائش نفسه. من الموقف نفسه. الموقف مبني أن فيه واحد دخله وماس الكلب. وكيف افتكره الباشا. فطلع أن ده اللي بيربي الكلب. وبعدين دخله واحد تاني فأمله باحترام. وده طلع اللي بيعمل القهوة. لغاية ما دخله الباشا لابس جنيني. ماشي؟ هنا الستوائش نفسه لو عيشتم 100 سنة هيعيش 100 سنة. هيعيش. طبعا. دي نوعية من الكوميديا تعيش. لكن النوعية اللي هي علاقة بالحدث بكترها تاخد فترة قوة الحدث. لو الحدث قوي تتعود سنة تتعود سنتين. بعد كده تختفي خلاص. ما بقاش فيه يعني. طب ده في وقت من الأوقات انتشرت ما يسمى سينما الإفهات أو سينما المضحقين الجدد هكذا سميت لما كان فيه موجة من الأفلام الكوميدية وتصنع الإفهات أحيانا. والبعض يقولك أنا اشتريت إفه من على القهوة ده بجد كان في فيلم كان حسن يوسف يشتري إفهات ويقعد على القهوة والراجل يقعد يشرب الشيشة ويقوله حلوة دي وبعدين يقولها له. لا طبعا متبقاش كده خالص يعني. وما دلوقتي بقوا مش بيشتروا. دلوقتي فيه حتى الشباب الجدد معانا في المسرح النيت. أتلاقيه طول الوقت قاعد على الموبايل يابني مش عايزين لعب. يابني عايزين نركز في بروفا. فتلاقيه بيخش مثلا هو طالع بخيل فيشوف النكت اللي على البخل مثلا. حتى لو نكت قديمة. لكن ممكن نكتة تتوظف دراميا جوه الحكاية. بالإضافة فكرة الدحك للدحك في حد ذاته هدف. وخاصة لو دحك نضيف ما فيهوش خدش للحياة. ما فيهوش إحراج لو أنت قاعد مع بنتك ومع زوجتك تسمع لفظ خارج. لكن ما بتتفرج على كوميديا حتى لو بتضحك فقط. ما فيهاش مضمون. فيه ناس يقول لك إيه المضمون اللي كان في المسرح ما فيهش مضمون. خالص. لكن الأساس. الهدف الأساسي نحن نخرج شوية برة الأحداث اللي بتخلينا كلنا متوترين. يعني مش عيب إن الفن يكون للطرفيه والتسلية والإمتاع وإنك تضحك. لازم أقول لك إيه المضمون ولا جزء من الفن إنه أيضا للطرفيه والإضحاك والإمتاع يعني. أكيد جزء من الفن اللي بتضحكيه. يا سلام لو جنب الطرفيه كمان لو فيه حتة معنى. ده بيبقى لطيف قوي. لكن حتى لو مش موجود المعنى. وبقى فيه دحك بس دحك. ومش دحك إن أنا ألجأ لإفهات جنس. أو إن أنا أهزر في الدين. أو إن أنا أهزر في حاجات ممنوعة. عارفين الممنوع قويس قوي. فما ينفعش إن أنا أهزر في ده. ده بيبقى إسمه رخص. أنا بلجأ لإسلوب الرخيص للدحك. لكن القلطف حتى لو هي كوميديا بنقول ما فيهاش موضوع. لكن تبقى كوميديا نظيفة. قاعد أنا وبنتي ومراتي مش مكسوف. آه طيب بس إنت بقى ده هيدخلني. لأ. أكاد أجزم إنه تسعين في المية من من اللي بيدحك دلوقتي أو من اللي بيعتقد البعض إنه هي ده هي إسقاطات أو إفهات واضحة تتعلق بالجنس وممكن تدخل في الدين وفيها إسفاف في الكلام. بتلاحظ ده؟ أحبه؟ حابب إنت ده؟ لا. أكيد لا. أكيد معترض عليه طبعا. آه. يعني إحنا عايزين نقول إنه في حاجة اسمها قعدة وفي حاجة اسمها استثناء من القعدة. القعدة إن الناس بتمشي مضبط. الاستثناء إن حد بيخرج برا القالب اللي الناس مشيا فيه ويعمل حاجة مختلفة. أيا كانت هذه الحاجة المختلفة هي حاجة تعمل فزعة، تبقى فيها إلتأدب، تبقى بدافع الحرية، تبقى فيها كلام في الدين بشكل يسير أقويل هنا ويسير. لازم دايما يبقى فيه حاجتين. يعني خصوصا إحنا الفترة الأخيرة دي دايما معظم الموزعين كانوا بيدوروا على وجهتين نظر. ووجهتين نظر دول دمع أو ده ضد والاتنين يخبطوا ببعض. أوكي؟ حلبة الملاكة. حلبة الملاكة. بنعملها أحيانا. على طول ما شاء الله. لكن فكرة إنه يبقى فيه حد عارف إيه هي القعدة وعارف إن الاستثناء من القعدة لحالة موجودة في المجتمع وبتعدي ده شيء مشروع. لكن يبقى فيه هدف إن تتحول القعدة للاستثناء والاستثناء هو القعدة ده أنا ضده تماما طبعا. القعدة هو الاحترام. الاستثناء هو عدم الاحترام. أما يبقى عدم الاحترام هو القعدة. والاستثناء إيه ده؟ ده محترم إيه ده؟ ده ما بيقولش كلمة أبيحة إيه ده؟ ده بيقول كلام كويس هو ده استثناء ده قعدة. آه يعني تحول أو تحولت هذي القعدة أو تحول الأصل إلى إن إحنا نبقى يعني نتباهى بيه أحيانا إنه حد بيعمله مع إنه هو لازم يعمل ده. هو ده الأصل يعني. بالضبط. طيب لكن دلوقتي ده معناه إنك معناه إنك بتوجه انتقادات شديدة إنت ضمن من يرفعون شعار المنهج الأخلاقي في النقد بمعنى إنه دايما فيه مسلسلات لما بتجي تسمع ألفاظ إنت حتى مسميها هنا في حوار قلة الأدب يعني أو فيقولك إنه ما هو ده الواقع ومش بيقوله كده في الواقع. وتلاقي فيه أفلام تعتمد على هذي ومسلسلات رمضان يعني أنا آسف في التعبير هتلاقي لفظ مثلا هو أكثرهم أدبا يعني ممكن تلاقي يا أنا مش عايز أقوله يا مش مش قادر حتى أقوله. كتير بلاش رفض واحد. لكن تلاقيه يعني بتسمعه عشرين تلاتين مرة في المسلسلات. إنت ضد إنت مع المنهج الأخلاقي في النقد بمعنى إنه لابد من تنقية من بعض الكلمات المنحطة والجمل السفلة. انتهى اللي حضرتك دفعتي فإحنا كنا في المدرسة وإحنا صغارين كانوا بيعرفونا يعني إيه التربية والتعليم وليه سبقوا كلمة التربية قبل التعليم. مش كده كانوا حرسين قوي كل المدرسين يقولوا التربية والتعليم. التربية تقالت قبل التعليم. فكرة التربية دي إنت بيبقى في جيل طالع. لو إنت طالع في التلفزيون فالجيل اللي ماشي ورايا ده أو الجيل اللي بيشوف العمل اللي أنا بقدمه أنا مسؤول عنه مسؤولية بنت لزينا. ما دام ده قال اللفظ ده أنا هقدر أكرره ده تقال في التلفزيون. إنت وإنت بتعمل ده ما إنت شمدرك اللي الناس بتتأثر بيك؟ إنت وإنت بتعمل ده ما إنت شمدرك إنك إنت حتى في البيت ما ينفعش تقول ده؟ على فكرة أنا وإنت لو إحنا عادنا برا تصويت دلوقتي أنا ممكن أقولك كلام هيجي في وسطيء الفصل كتيرة جدا. طبعا إنه هنا ده إنت الجلسات الخاصة اللي هي مش متاحة للجمهور تختلف يعني لما تطلع على الشاشة هنا أو هناك لابد أن تكون ملتزما يعني. بصب فترة الجامعة حتى هتلاقي وإنت واقف إنت والشباب بتقولوا اللي إنتوا عايزين ده إحنا كنا فرحانين أول إن إحنا تعلمنا الشتيمة وبنقول يا مش عارف إيه وبتاع. لكن أول ما بتيجي بنت زميلة تقف وسطينا خلصت بنعرف كويس أو إن إحنا ما نقول ألفاظ إيه وما نقولش ألفاظ إيه لكن فكرة زرع الألفاظ المخلة في خلال الفترة اللي فاتت هل ده منهج؟ هل ده في ناس أصدى تهد الأخلاق بشكل ما؟ على مدى مش بس اليومين اللي فاتت دول لا على مدى فترة طويلة استخدام الألفاظ والحكايات الكمان غير معتادة يعني إيه واحد علاقته ببنته إيه والبنت علاقتها بأمها إيه والحاجات كلها اللي هي الشواز في المجتمع الحاجات الشازة مش الحاجات الأصلية طب ما إحنا عارفين أكتر منها بكتير إحنا عارفين أكتر منها بكتير لكن إيه اللي يطلع وإيه اللي ما يطلعش؟ أتذكر كنت عامل مرة مسلسل بنهزر وأنا عامل حاجة في الهزار دي إن أنا بطلع بعمل برشام طول الليل قاعد بعمل برشام وتاني يوم أروح عشان الامتحان فواخد الورق الرفايع ده كلنا عارفين البرشام طبعا الورق الرفايع ده وأخده رايح الامتحان فانسيته فامي بتجبهولي على الامتحان وتقول للراجل والنبي ابني ابني نسل برشام يا مش عارفة إيه البرشام ده فبتميسك وبتاعه سيبك من إن كان مقصود إن إحنا نعمل بها فيه وضحك لقيت ولد قريبي صغير بيقول للأمه وأمه بتحكيلي يعني إن ده حاجة فانية يعني بتقولي إن هو قلدك وجاب الورق وقاعد يعمل نغباشة وخده معاه هو في سنة أولى ولا كيجي ولا بتاعه متى تخيلش قد إيه الحكاية ده أصرت معاه جدا؟ هو بيقلد قلد عمه أشرف أوكي؟ بيقلده في إيه؟ في حاجة مش مظبوطة أوكي؟ فحسيت وقتها إن أنا عليها مسئولية بنت لازينة يعني دي مسئولية اللفظ اللي هقوله أو الموضوع اللي هتناوله حتى ما كنا بنعمل راجل وست ستات شباب كتير بيكتبوا فلاقي واحد جاي بيقول هنجيب مية نار ونعمل مش عارف إيه وبعدين نخش بالبطاص فنعمل إيه 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 إفرد حد قلدني أي أنت بتراعي ده دايما؟ طبعا يعني أنت في حاجات كتير بترفضها وتشطبها وتقول مش هعملها؟ جداً جداً حفاظاً على الطفل ده حتى الشباب اللي معايا أنا بقى سايب لهم مساحة كبيرة للارتجال ممكن واحد منهم يسخن مع الجمهور والجمهور متجاوب معه فيقول حاجة بتحمل معني فجيما يا ابني ما هدي مقصود بيها كذا ما الناس عارفة والناس ضحوا يقول لي الناس ضحوا أنت ما يكون للناس هيتحكوا بس أنت بتخش البيوت آه هنا يعني أنت بتهتم بقضية الأخلاق والقيم لأنه في عدد كبير من صناع الفن ومن المبدعين يقولك لا دي حرية إبداع وإنت بتتصيد كلمة تتصيد جملة لكن أنت بتهتم بدا جداً برضو مش عايز هشوفها كرسالة أنا مش ماشي برسالة وبقول إن أنا اللي هعمل بقى خالص أنا بلاقي حاجة أقدر ما عملهاش فما عملهاش مدام هتجيب نتيجة عكسية هتجيب نتيجة سلبية هتجيب نتيجة في المجتمع في هذا التوقيت اللي إحنا كلنا فيه في حالة عدم الابتزان الموجودة عند معظم الناس أما أوصل النهاردة أن فيه ستات أو بنات يقولوا شتيمة كالشياكة بيقولوها الشياكة لأنهم سمعوها من واحد شيك أوكي فدي حاجة مش مظبوطة خالص دي حاجة مش مظبوطة طيب ده يخليني كمان باخد شوية فيه وأنا بشوف الكوميديا في وقت من الأوقات كان بعض قال إنه سينما المضحقين الجدد تهدد عاد الإمام عشان أدخل معك بعد كده فيما حدث يعني وإنه ليه كان في الوقت ده كان فيه يعني هنيدي والله يرحمه على أوليدين وأنا وأحمد آدم وصلاح عبدالله وأحمد آدم وصلاح عبدالله وبعد كده محمد سعد هل هذا التعبير كان صحيح سينما المضحقين الجدد تهدد عاد الإمام خاصة أنه كان يتربع على عرش الكوميديا وهل البعض انتفخ تحت هذا التعبير وأخذته ما يمكن أن أسمي الأحلام والطموح أنه يمكن أنه خلاص كوميديا عاد الإمام انتهت أو أنه إحنا الجيل الجديد اللي ممكن نتصدر الساحل عيشت أنت هزيل فاطن أه بس ما عيشش الحالة ما عيشش الحالة الحمد لله الحمد لله لأن يعني أنا لو خدت بس أستاذ عاد الإمام كحالة لهو موجود عربيا ولا موجود عالميا واحد محافز على نجوميته على مدى هذا العمر خمسين سنة خمسين سنة نجم هتلقى أي نجم بره قاعد خمسين سنة نجم بتشوفهم بعد شوية سن كده عاملين دور تاني وتالت وخامس بالضبط بالضبط لكن ما هو نجم على مدى خمسين سنة هي حالة فريدة تدعونا جميعا للإفتخار بيه يجب أن نفخر بالراجل ده هو حالة خاصة مقدر شقرنه باسماعيل ياسين مقدر شقرنه بنجيب الرحاني مقدر شقرنه باللي بعده منفعش أساسا كل جيل أما بيجي يطلع لنا حد يقول ده ماشي على طريق فلان ليه ماشي على طريق فلان هو لو مش على طريق فلان هافشل لازم هو يبقى له طريقه لازم هو يبقى حالة خاصة بس يعني نجيب الرحاني ما ظهر وكان حواليه ناس كتير كانوا حواليه على الكسار وكان حواليه مش عاف مين ظهر بعديه اسماعيل ياسين ظهر بعديه المضحكون الجدد اللي هم هددوا عرش اسماعيل ياسين عبد المعيم مدبولي وفؤاد المهندس ومحمد عوض وأمين الهنيدي ظهر بعديهم عادل إمام وسعيد صالح ويوني الشالة ظهر بعديهم هي عمر محد من دول كان امتداد لللي قابله أو هدد عرش اللي قابله اللي قابله العرش بتاعه موجود بأعماله يعني اسماعيل ياسين في أواخر أيامه ما كانش بيش تغل لكن عرش اسماعيل ياسين كان موجود من أعماله نجيب الرحاني عمل في حياته عشر أفلام احنا نعرف منهم ست أوكي الست أفلام دول أما تقول لأحد نجيب الرحاني عارف مين هو نجيب الرحاني العرش نجيب الرحاني تأثر ولا اسماعيل ياسين ولا مدبولي فؤاد المهندس ولا عادل ماد ما ينفعش هي العنوين البراقة هي اللي بتعمل مشاكل أحيانا لكن العنوين مش بالضرورة التعبر عن الواقع آه لا بس كمان كان في شباك حصل جديد يعني مثلا كان أقصى حاجة كان المتالي عادل إمام في بخيط وعاديلة سبع مليون لما تلاقي صادفة إنه جيل المضحقين الجدد يعمل خمسة وعشرين مليون صعيدي في الجامعة الأمريكية صعيدي في الجامعة الأمريكية وده في عمل اللي أنا أقصده هل ده عمل حالة هوس عند البعض أو ما يمكن أن أسميه الطموح الذي لا يقف على أرض صلبة أو الطموح الزيادة عن اللزوم وهو لم يستمر الحقيقة كثيرا النفس البشرية في حد كان حاسس إنه هو غير زو قيمة ما عندوش قيمة وبقى بقيمته لما بقى في هذه المهنة مش بس في مهنة التمثيل في كل المهنة لكن مهنتنا علشان عليها العين فبتبان قوي يعني واحد كان حاسس نفسه على حاجة وبعدين بقى حاجة لما بقى ناجح في مهنته فبيتعامل مع الناس من فوق قوي وبيشوف الأمور من غرور قوي ده بني آدم يعني ربنا يتولى يعني وفي حد بياخد الأمور ببساطة أنا كنت ناجح في حياتي مش بمهنتي اللي هي هتديني قيمة لكن قمتي بيا كشخص مش بالمهنة الاختلاف بين الاتنين دول هتلاقيهم في كل حطة هتلاقيهم مثلا في دكتور في دكتور بيتعامل مع الناس أنا والدية الله أرحمك هتبتروح للدكتور بيقعد يزعق لها أنت ما خدتش الدواء ما تجلش تاني مش عال واحد يقول لها طب يا حاجة إن شاء الله لازم تاخدي الدواء في الهندسة هتلاقي مهندس بيتعامل مع العمال إزاي واحد تاني في الظابط هتلاقي ظابط بيتعامل مع الناس إزاي وظابط بيتعامل في كل المهنة ده كان حاسس إنه هو ما كانش عنده قيمة وبقى عنده قيمة بمهنته وده حاسس إنه هو قيمته بشخصه مش بالمهنة اللي بيمتينها يعني طيب النمطية طيب ما توجه ده يعني وجهت إلى معظم ما يمكن أن أسميه رموز ونجوم الكوميديا النمطية إنه النمط الواحد اللي ربما تأتي إلى انتهاء البعض يعني من محمد سعد الآن متام بالنمطية وإنه النمطية بتوقع حتى البعض وصف إسماعيل ياسين بإنه النمطية ده نمطي ثابت يعني البعض وجه هذا الإتهام في وقت من الأوقات للفنان الكبير عاد الإمام أيضا النمطية هل هي تغمى صحيحة يسقط فيها معظم رموز الكوميديا؟ مفيش مخيات ثابت يعني ممكن تنفع مع حد وممكن ما تنفعش مع حد يعني إسماعيل ياسين عمره عمل حاجة غبيه لهوتة يخرى بشكده ولغاية النهاردة بنتفرج عليه وبنتحك وبنتحك آه بالزبط مع إنه كل أداءه بشكل نمطي عمره ما غير الكاركتر يمكن في المشاهد الجدة اللي كان بيصعب عليه نفسه بتاعه لو بنقول عاد الإمام عمره ما وقع في فخ النمطية هشوف عاد الإمام حتى لا يطير الدخان مختلف تماما عن الإنس والجن مختلف تماما عن الهالفوت مختلف تماما هو عنده طول الوقت حاجات أدوار مختلفة أدوار متبينة طول الوقت طبعا اللي كان طول الوقت بيخرج من الأدوار الله يرحمه أحمد زاكي إنت بتشوف البلد بواب انت شايفه بواب بتشوف زوجة راجل مهم بتشوف زابط اللي كل شيء يعمل شنبه إزاي ويعمل شهف إزاي بتشوف في الفيلم اللي كان فيه عامل عسكري أمن مركزي أحمد زاكي وكان محمود عبدالعزيز البريد يا سلام يعني انت كل مرة بيفجأك بحد جديد عمل عبدالناصر بقى عبدالناصر عمل السادات انت بعد عشر دقائق من العرض انت قدام السادات فده كاسر حتة النمطية أما نيجي نقول حتى محمد سعد محمد سعد طول الوقت بيحاول يغاية يعني هو عمل اللمبي وبعدين عمل كاركر وبعدين عمل بعيدا عن الترتيب هو طول الوقت بيحاول يخترع كراكتر جديد بيخترع كراكتر جديد ده بيتكلم كده وده بيتكلم كده ده بيمشي كده وده بيمشي كده بيحاول طول الوقت يعمل ده عشان ما يقعش برضه في الفخ ده طيب خليني هنا أخذك في المتعلق بقى بتياتر مصر وهسمع إجابتك بعد الفاصل لأنها الحقيقة تجربة جديدة يمكن أن تكون مصنعا لتفريخ المواهب يعني كيف بدأت الفكرة عندك كيف نجحت وانتشرت بهذا الشكل هل ستستمر فيها ولا نفسك قصير كل هذه الأسئلة بعد الفاصل وكمان أنا لقيت لك أراء في الربيع العربي ما أنتم مضيعوا خالص مضيعوا محولوا أخونا الربيع العربي في حدثوا كده بابل فاصل ترجمة نانسي قنقر